وصل بالفعل جو بايدن إلى البيت الأبياد بخلاف كل التوقعات التي رجحت بقاء منافسه الجمهوري ترامب في الحكم الشارع العراقي شهد ترقبا كغيره للانتخابات الحاسمة بسبب التأثير السياسي والاقتصادي على اللعبة السياسية في العراق لا سيما بما يختص بإيران وميليشياتها تلك التي حاول ترامب لجمها وأنجز قتل القائد بالحرس الإيراني قاسم سليماني إضافة إلى قتل أحد أكبر قادة ميليشي الحجر في العراق وهو أبو مهدي المهندس الذي كان برفقة سليماني ترحيب الميليشيات الموالية لإيران بفوز بايدن أثار قلق نواب ونشطاء في العراق يخشون من إعادة تعزيز قوة الميليشيات في البلاد قلق يبرره اختلاف موقف الميليشيات وقادة الأحزاب السياسية الذين وصفوا الولايات المتحدة بأنها محور الشر كما ورفعوا شعار الموت لأمريكا بينما يقدمون الآن التهنئة لبايدن على فوزه وكأنه صديق قديم يريد مد غصن الزيتون لهم فبايدن كان هو نفسه نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي تمكنت عبره إيران من توقيع الاتفاق النووي وتوسيع نفوذها في المنطقة في مقابل ذلك ومع الإجماع بأن سياسات ترامب أسهمت في إضعاف إيران إلا أن معهد واشنطن للدراسات قال إن ضعف الحكومة في بغداد أمام الأحزاب الموالية لإيران حفز الشحن السياسي لصالح الميليشيات في سباق زيادة المشروع الإيراني في العراق وهو الأمر الذي عرقر فرص إضعاف طهران في العراق لا بل حول ترامب عبره العراق إلى ساحة للصراع بين طهران وواشنطن وعلى الرغم من اعتقاد المناهضين لبايدن في العراق أن وجوده قد يأتي لصالح إيران يرى خبراء أن التسويات مع طهران لن تصل إلى ما كانت عليه خلال فترة أوباما فربما يحاول بايدن تجاوز إخفاقه سابقا عبر عدم إهمال ملف الميليشيات بأي اتفاق جديد وهو أمر يهدد العراق إذا لم ينفذه ويعيده إلى مربع التجاذبات حيث يبدوه الخاسر الأكبر بين دولتين اتفقتا على غزوه ثم اختلفتا على تقسيم ثرواته